اشتركوا في القناة لتيسي رح بلش معك انتو موجودين من عام 79 مجموعة من النشاطات الروحية والترفيهية المخصصة للشباب والصبايا اللي عمره بين يمكن 18-25 عارفين اكتر عن عملكم واهتماماتكم شكرا أول شيء اللي كرولا على استدفتكن اليوم لألنا نحن البسترال عمل رعوة الجامعة نحن حركة شبيبة مسيحية بقلب الجامعات منبسئين عن مجلس البطاركي والأساقفة الكاتوليك ونحن موجودين تقريبا بأغلبية جامعات لبنان مننظم نشاطات على صعيد الجامعة بحد زيتا وأيضا على صعيد الجامعات كلها من خلال الأمنة العامة للعمل الرعوي الجامعة بلبنان من أبرز نشاطاتكم اللي بتحضروا لي يمكن قبل بأشهر المخيم الصيفي هالسنة هالحدث رح يصير بين 15 و 29 عاب خبرنا شوي أكتر نسيم مضبوط نحن المخيم هو بيكون أكبر نشاط لألنا بالسنة بيكون بيجمع كل الشباب من كل الجامعات المخيم مثل ما حضرتك قلت رح يكون من 15 ل 29 عاب المخيم مقصوم لرياضة روحية صامتة أول خمسة أيام ورسالة بديع المجاورة للقبيات مطرح ما نحن بيباقي الأيام ممكن الأشخاص اللي بحبوا يطلعون ممكن يكونوا عم بيطلعوا على رياضة روحية اللي هي من 15 ل 19 عاب أو على كامل المخيم يعني يعني بعيشوا معنا رياضة والميسيون هالسنة اخترتوا القبيات من أجمل مناطق لبنانية لا يكون فيها هالا مخيم ليش هالمنطقة؟ نحن يعني أوكي على فكرة هلأ غالبية الأوقات بيحاول عمل الرعاوي الجامعي أنه يغطي أكبر مساحة ممكنة من لبنان يعني أو منلاحظ أنه بآخر كم بآخر سنوات إذا ما نطلع أين كان المخيم منلاقي أنه قوات كان بجنوب قوات بالشمال أوقات يعني عم تتجولوا بمختلف المناطق اللبنانية يعني هكي بيشوفوا هالمناطق كمان وبتغيروا مزبوط صح حصوصي أنه بالرسالة منكون بالمناطق المجاورة كمان يعني منغطي مساحة كبيرة من المنطقة ومنروح قدما فينا صوب الأطراف مثل ما وصلنا البابا فرانسيس ومثل ما بالإنجيل كمانا قبل ما نرجع لبرنامج المخيم خلينا شوي بالرسالة شو هو الميسيون اللي بتقوموا فيه؟ أي متى ومين بشارك فيه؟ نحن نتاني تاني بارتي من المخيم هي الميسيون الميسيون عننا السنة هو الجزء الأخير الجزء الأخير مظبوط هي خمسة أيام تقريبا رح يكون فيه ميسيون بالمنطقة حوالي القبيات يشارك فيها الأشخاص اللي كانوا معنا بالمخيم نكون مقصمين على جروبات وكل جروب يكون عم بعيش ميسيون معينة رح يكون عنا ميسيون سقفية ميسيون اجتماعية زيارات البيوت وحيك أشياء رح يكون عنا ميسيون روحية نكون عم نصلي بالديع وهيك يعني مقصة مع طريقة نكون عم تغطي كتير كتير اشياء يعني كل المناطق المجاورة بتقسموا المجموعة المجموعة الشباب والصبايا اللي موجودين معكم وكل واحد بيتوجه برسالة معينة أو بهدف معين نحن يعني حوالي 150 شخص منكون 150 شاب وصبية نتقسم حوالي تقريبا عشر رسالات عالما بأنه أول خمسة يام برياضة الروحية إذا بديك منكون عم نعب فيول مثل ما بيقولوا كيف بيطلق المخيم خبريني شوي لتيسي كلكن بتعرفوا بعض بتكونوا أو في أشخاص عم بيلتقوا لأول مرة يلتقوا بهالمكان ولمدة 15 يوم صحيح يعني إذا بديك في كتير أشخاص بيكونوا ما بيعرفوا بعض وبيطلعوا من هالمخيم عائلة وحدة يعني حتى الأشخاص اللي هلأ عم يسمعوا ويمكن ما بيعرفوا حدا وحبين يطلعوا المخيم ما يترددوا لأنه كتير أشخاص بيكونوا ما بيعرفوا بعض في منهم بيكونوا جايين من الجامعات عندهم هيك شوية أصحاب من الجامعة بس الخبرة اللي منعيشها بالمخيم فعلا بتخلينا نحنا نتغير ونصير من تميين لها الجماعة أكتر وأكتر نحس حالنا جزء منها العائلة لها السبب يمكن البداية مع النشاطات الروحية حتى يتقربوا أكتر من بعض بهذه الطريقة مصبت مئة بالمئة يعني منكون عم نعيش الرياضة نحنا عم نكتشف كمان شو في عنا نحنا وان مسارتنا مع الله نرجع كمان ننطلق للرسالة شوفينا كمان نعيش مع الأشخاص أما النشاطات الترفيهية شو بتشمل بالنسبة للنشاطات الترفيهية نحنا تقريبا ببارتي الرسالة عشية من بعد ما نرجع من الميسيون بيكون في صهرات ترفيهية منكون في عنا صهرة مواهب بيكونوا أشخاص هكا كل واحد بيكون عم بيقدم موهب معينة بيكون عنا يمكن صهرات تنكرية من بلدان معينة منكون اخدين تام بلد فهي كان في قدة قدة مواضية على كل الصهرات بدي أرجع لعنوان أو الموتو اللي اخترتوا لها السنة حتى يمتلق بيتي اللي هو أي من الانجيل ليش هالعنوان هالسنة هذا العنوان يعني ما رح يعرف ليش اخترنا وفاجأ للهواء أو بس للمشاركين هو للمشاركين وقتها يطلعوا المخيم رح يعرفوا ليش بس هو مأخوض من لوقة 14-23 فيه مقزة بدون يقروا الناس بس ما فينا نقول أكتر من هيك يطلعوا المخيم ورح يكتشفوا فعلا يعني التشبيه أو الإيميل الحلوة اللي رح ناخدها من هالعنوان رح تتجسد من خلال مشاركتهم بالمخيم كيف ممكن يشاركوا ناسيم اللي عم بيحضرونا أوكي للمشاركة في عنا الباج على فيسبوك باستورال اونيفرستير في عليا الإيفنت طبع المخيم وفيه أبليكيشن ممكن تتعبّ ومن خلال هالأبليكيشن بيكونوا تسجلوا للمخيم ممكن كمان يتصلوا بالمنسق نعمان معلوف على رقمه 7-1-763-763-732 لحابب ينضم للباستورال ويشارك بنشاطاتكم وعملكم الروحي وكمان الترفيه والاجتماعي بتصور كيف ممكن يشارك أو ينتسب للكم هو ما قاله إلا يتجه على جامعته لأنه بأغلبية الجامعات مثل ما ذكرت فيه في باستورال والنشاطات اللي بيقوموا فيها بقلب الجامعة كمانها كتير حلوة وبتمتد على كل السنة يعني مش بس بالصيف مثل المخيم أو بأوقات معينة على مدار السنة في نشاطات بيقوموا فيها الباستورال كل المنسبات الدينية وكمان كل العياد الكندور نعم صحيح بقلب الجامعة وبيكونوا كتير ناشطين عادة فمش صعب يلتقوا بالجامعة هل المشاركة بمجموعة من هالنوع بتطلب كتير وقت من الطالب لأنه كنا بنعرف طلاب الجامعة يعني وقتهم كتير محدود بين واجباتهم الأكاديمية والاجتماعية هل بيبقوا وقت لها أنه عمنا النشاطات هيدا إذا ما عم يشتغلوا كمان مع الجامعة لأنه شيء هالقدم نحبه رح أحكي عن خبرتي أنا شخصية يعني هالمشاركة شو الفراغ اللي بتعبيه وسط هالعجقة اللي عم بيعيش الطالب اليوم ما معزا هي فراغ بتعبي فراغ ولا بتجي بتضفى لمسة كتير حلوة على حياة الشخص بيصير لو عم يركض يعملها هو ومبسوط لأنه عن جد بتعطي شعور كتير رائع تكون دافع لإله أو حافظ لإله بالحياة صح يعني يما من نبقى بالجامعة لأوقات أكتر بس لأنه في باسترال يعني ما بيصدقوا عن جد رفقاتنا إذا نحنا منحس بانتماء اجتماعي انتماء للجامعة وانتماء للأشخاص بمجرد أنه نحنا بهذه الحركة مين بيقدر يشارك بالمخيم الصيفي؟ بالمخيم بس اللي بنتموه للباسترال حيالا حدا بين 18 وال25 سنة بعده بالجامعة ممكن يكون عم بيطلع على المخيم حتى لو ما كان عم بيشارك معنا بالنشاطات خلال السنة بالجامعة ممكن يكون أول نشاط له هو المخيم من بعدها بينطلق نعم عطونا فكرة عن أجواء المخيم كيف بتكون يعني البداية دايما شوي صعبة لأنه يمكن كثير ما بيعرفوا بعض ويتعودوا على المكان اللي هنا فيه حتى يبلشوا بالنشاطات كمان شو الخبرة اللي بيكتسبها الطالب أو الطالبي اللي بتشارك؟ هلأ مبعف إذا ذكرنا أنه أول رياضة روحية أول كم يوم بتكون صامتة يعني ما منكن في فترة ما منكن عم نحكي مع بعض إلا بمشاركات معينة هيدا شي كمانا كتير مميز المشاركة بهذا المخيم كتير بتغير حياة الشخص يعني أنا بنصح كل شخص هيك شوي متردد أنه يطلع أو أنه بيقول شو بد بهذا الشغل يروح 15 يوم بعيد عن أهلي بعيد فيه أول شي شارك بس بخمسة أيام ويلاحظ قدرح تكون خبرة عن جد كتير بتغير الشخص من جوا بتغير له حياته وفي حال لقى أنه عابله يبقى يعني إذا جرب أول خمسة أيام وحب التجربة ولقى حاله مرتاح بيقدر يكمل لبقية الوقت صحيح وكتير أوقات في أشخاص بيقولوا خلص أنا بس طالع هالخمسة أيام ونازل ما بيقدروا ينزلوا قد ما بيكونوا مبسوطين ومرتحين بهذا الجو اللي بيكون موجود يعني بيقدر الشخص يختار الوقت اللي بيشارك فيك صحيح يعني أول خمسة أيام هذه فرصة مهمة ناسيم حتى يختلطوا مع بعض ويتشاركوا كتير أمور إن كانت روحية أو ترفيهية وكمان حلو أنه الطالب أو الطالبي ياخد شوية وقت أنه يختلي مع نفسه بما كان هل قد جميل هل قد بعيد عن عجقة المدينة مظبوط هي فرصة نكون شوية يعني كل واحد يعني بياخد وقت شخصي لأله لأنه كمان مع عجقة السنة عجقة الجامعة عجقة الدرس بتخيل أنه كل حدا بحاجة هيك أنه يقعد شوية مع حاله ويشوف وين عنده هكي ممكن ضعف وين عنده نقاط قوة ممكن أنه هكي يشتغل عليهم كمان كل شباب وصبايا الباستورال بيشاركوا بالتحضيرات؟ في لجنة معينة من الأشخاص بيكون كل شخص عنده خدمة عم بيحضر من خلاله من سميها خدمة نحن عم بيحضر من خلاله خدمة من القلب صحيح لأنه عجقة يتنبع من القلب بيعتم من قلبه ومن وقته وقبل حتى بلاش يمكن من ديسمبر من كانون الثاني عم بيحضر لهذا المخيم اللي هو بقاب فهذا اللجنة منواجهه لهم تحية على فكرة اللجنة وكل الأشخاص من تميين العمراء والجامعي لأنه بيعتم من قلبه وما بيسأله وبيحضر لهذا المخيم يلي زباديك بيكون مثل الفوزل كل حدا بيكون محضر الجزء الخاص فيه وما بحف بدافع من الروح بقوة بعناية إياهية بيركب كل شيء محله وبيطلع فعلا رائع وأحلى مما بيكونوا متوقعين من هنيكا على أهل حماسة اللي عندك لتيسيا بتصور موجود بكل شباب وصبايا الباستورال عقبال كل سنة وأهلا وسلم فيكم سكرا لألي وقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل